السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة حلقة جديدة وكلام جديد هنتكلم فيه النهاردة عن أحداث حول العالم إيه اللي بيحصل حول العالم من أحداث تخص علامات آخر الزمان إحنا دورنا في القناة إن إحنا ندور ونبحث عن كل ما يخص علامات آخر الزمان ومقدمات الحدث الأكبر إيه اللي بنزعم أنه بات قريبا فتعالوا نتكلم في عدة محاور النهاردة في هذه الحلقة تعالوا نبدأ الكلام إيه اللي بيحصل في بلاد الحرمين الدين الجديد اللي اكتشفوا عقد القرنية الدين الجديد اللي صالح المغمسي اكتشفوا هؤلاء الدعاء اللي بيتكلموا عن الدين الوسطي يعني أنتوا بقالكم في الدعوة مثلا ما يقرب من عشرين تلاتين سنة كلمتوا الناس عن كل أحكام الدين ومن الكتاب والسنة وفجأة اكتشفتم أن هذه التعاليم كان فيها تطرف وكانت منزوعة الوسطية وبدأتوا تتكلموا أول ما ظهر ولي العهد وتولى بدأتوا تتكلموا عن الدين الجديد والوسطية والاعتدال طبعا طالع في تصريحات أخيرة مؤسفة عقد القرنية طالع بيتكلم بيقول أن الدين بتاعنا بيعتمد على الوسطية والاعتدال وعدم الغلو وبيعتمد على روح التسامح كل الكلام ده جميل واحنا طبعا ما فيش حد بيعترض عليه الاعتدال والوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لكن المشكلة أن الاعتدال اللي بيقصده عائد القرن واللي بيقصده صالح المغمسي هو سماع كلام ولي الأمر في المنكرات يعني الحفلات معناها عنده اعتدال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي تلغت أصبحت دلوقتي عن ضعائد معناها الغلو والتطرف والابتعاد عن الوسطية وكأنهم سبحان الله اكتشفوا دينا جديدا في هذا التوقيت خراب يسرب يا أحباب مركز الخراب الإيماني في يسرب ويشمل المنطقة كلها ولا شك أن الخراب خراب إيماني وواضح جدا من خراب الشيوخ والدعاء شيوخ الصلاطين يأتي الخراب الإيماني ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالوا كمان ننتقل إلى عنصر جديد صحف غربية وده يعني أخطر ما في هذه الحلقة وشيروا لايك وعايزين نوصل الحلقة النهاردة الأكثر من خمس تلاف لايك للمنصة عشان تقترح هذا المحتوى صحف عالمية كما يظهر أمامنا الخبر بتتكلم عن مزنب له زيل هيقترب من الأرض وبتقول في التفاصيل هذا الخبر أن هذا المزنب هيقترب بصورة كبيرة من الأرض لكن لن يستطيع الناس أن تشوفوا بالعين المجردة لكن بأقل وسائل الميكروسكوبات الحديثة أو حتى التقليدية هيقدروا يشوفوا هذا المزنب فهل هذه تمهيدات للحدث القادم الأخبار كل يوم بتقتر حول جسم بيقترب من الأرض هل يا ترى هذا تمهيد نفسي للناس علشان خاطر لما يصل المزنب المعهود والمنتظر إلى الأرض وله زيل الناس تبقى مهيئة ويطلعوا يقولوا للناس إحنا حذرنا وإن إحنا قلنا ويبقوا مسكوا العصاية من الوسط زي ما بيقولوا كذا هوت ولا هذا أمر اعتيادي قلوا لنا رأيكم إيه في التعليقات كلنا سمعنا الكلام اليومين اللي فاتوا عن النجم الطارق النجم المزنب اللي بيقترب من الأرض ومن المشترة ويتخطى المشترة وكلام كتير وتوقيتات كتير حول هذا الأمر ولكن يعني النجم الطارق الذي ذكر فيه القرآن وذكره الصحابة الكرام أنه من مسببات آية الدخان فهل اقتربنا من هذه الأحداث العظام الله سبحانه وتعالى في صورة الدخان بيقول لنا إيه فارتقب إنهم مرتقبون يعني لازم تعرف إنهم بينتظروا وبيرتقبوا زي منتوا بيتنتظروا وترتقبوا ويمكن أكتر من كده وهي الناس في أمريكا القنوات الأجنبية إيه اللي في أمريكا بتتكلم الآن عن النجم الطارق ومسميين ونيبيرو بيتكلموا عليه بصورة كبيرة جدا وبيقولوا أن هذا النجم هيضمر أجزاء كبيرة من أمريكا عندنا بيقولوا الكلام ده والقنوات الداخلية الأمريكية بتتكلم بكثافة عن هذا النجم النيبيرو وبيقولوا إن ظهوره بات قريبا جدا وعارفين النهاية فإحنا بنتبق كلام القرآن وبنرتقب كما هم يرتقبوا وبننتظر وبنشوف إيه اللي ممكن يحصل تعالوا كمان ننتقل إلى عنصر آخر من عناصر الحلقة النهارده إيه اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين إيه اللي بيحصل الأحداث اللي إحنا يعني ألقينا ضوء عليها في حلقة البث المباشر وناس سألتنا أسئلة وبتقول الحدود والحدود المصرية وإيه اللي ممكن يحصل والله إحنا عايزين نقول لكم يعني في يعني في الكلام الحقيقي اللي هو مش محتاج لتزيين ولا تزييف لازم تعرف إن كل الطرق هتؤدي إلى حروب إنهاك القوة إنت مع إنت ضد مش هيفرق كتير يعني واحد زي ما بيقولك كده اتفرج وشاهد وشوف الأحداث من غير ما إن انت تحاول تزيف الصورة انت شفت قصادك حاجة صح قول إن هي صح شفت حاجة قصادك إن هي غلط قول إن هي غلط يعني الحدود المصرية إيه الواجب اللي المفروض يحصل الآن على الحدود هل في تقصير آه الإجابة طبعا في تقصير كلنا مقصرون في هذا الجانب وربنا سبحانه وتعالى يسامحنا والتقصير يشمل والتقصير ضرب الجميع الجميع بمعنى الجميع حكام ومحكومين عشان تبقى فاهم الموضوع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في حق هؤلاء الأطفال والنساء والرجال العزل اللي بيموتوا من الجوع إحنا كلنا في مشتركين في هذا التقصير فالحاجة الصح إحنا بنقول عليها صح والحاجة الغلط بنقول عليها غلط بدون تحيز داي يقول لك أنا مصري والتاني يقول لك أنا فلسطيني والتالت أنا يمني ما فيش الكلام ده خالص الصح هنقول عليه في القناة صح والغلط هنقول عليه غلط أظن كلامي واضح في هذه الجزئية علامات الساعة بتضرب العالم اللي بيحصل في الصين كما تظهر أمامنا المشاهد أمر بشهادة الخبراء في الصين لم يحدث منذ أكثر من مية وخمسين سنة المشاهد اللي أصدنا بيقولوا إن هي لم تحدث منذ أكثر من مية وخمسين سنة بورج الشنقهاي في الصين بيتجمت حرفيا كله بأكمله كما يعني تظهر أمامنا المشاهد الآن حاجة يعني خطيرة وبتنذر يا أحباب إن الأرض بتتهيأ وإن الأحداث الكونية قادمة وأنا بنقليك الكلام بتاعهم هم في الصين اللي هم أدرى الناس بالبلد بتاعتهم منذ أكثر من مية وخمسين سنة لم تضرب العواصف السلجية والسلوج الصين بهذا الشكل في اليومين الثلاثة اللي فاتوا الأرض تتهيأ وتتجهز الأمور غير طبيعية بالمرة وإحنا واجبنا إن إحنا نحظر ونقول إن ناس أبلينا أمم سابقة كذبت وقالت 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 أن الأمور دي الطبيعية واعتيادية فجاءت هآيات العذاب بغتة وفجأة فلابد أن ننتبه ونعلم أن الأرض تمر بأحداث غير اعتيادية والقادم أعظم والعلم عند الله سبحانه وتعالى إيه اللي حصل وده المحور الرابع في حلقة النهاردة كمان لازم نشوف المشاهد المؤسفة دي علشان تعرف الأحداث في كل مكان في بلاد الحرمين امرأة كانت عايزة ترفع علم فلسطين فإيه كان رد الفعل تعالوا إحنا بنتكلم كده نشوف المقطع ده اللي بيظهر قصدنا زي ما احنا شايفين امرأة بتعمل عمرة فرفعت العلم بتاع فلسطين فكان رد الفعل اعتقال هذه المرأة اعتقال هذه المرأة طبعا ممكن الناس يطلعوا يقولوا لنا يعني هدية نسك دينية ولا مجال رفع الشعارات السياسية يعني انا ممكن اتفق مع هذا الطرح لكن ردة الفعل هي اللي بتبين ان احنا في وضع مؤسف للغاية يعني يعني ما انتو كمان بتتكلم نكلمكم دين تكلمونا سياسة ولو كلمناكم وقلنا لكم فيها ايه ان هي ترفع العالم هتقولولنا كلام ده دين يعني دي مناسك دينية طيب والناس غير المسلمين اللي بتدخلوهم في بلاد الحرمين ده دين ولا مش دين ده دين ولا مش دين ردوا علينا الناس اللي بيجبونا يمين وشمال وإحنا وراهم وإحنا لهم بالمرصاد قلولنا لما بتدخلوا غير المسلمين في قلب الاماكن المقدسة دين بتدخلوا هندوس وبتدخلوا يهود وبتدخلوا نصارى وبتدخلوا كل يعني مش عايق انا بحاول حافظ على الفاظي كل اللي بالك فيه بتدخلوه فما تيجي واحدة ترفع العلم بالراحة ما تظهروش ما يعني ما ايه ما تخفي صدوركم احنا عارفين صدوركم مليئة وواغرة وعارفين هواكم يميل ناحية البعدة بتحبوهم وهما بيحبوكم ودي علاقة حب وعارفين ان احنا بنحملكم فوق الطاقة بتاعتكم لان انتو ما تقدروش القلب زي ما بيقول سميا قلبا لانه يميل يتقلب لنحية ما يحب للأسف الشديد انتم خنجر في ظهر الاسلام وانا لله وانا اليه رادعون للحديث بقية بوصيكم يا احباب في نهاية الحلقة شاركوا هذه الحلقة على جميع المنصات للأهمية شيروا لايك ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في كل مكان وبالتحديد في أرض العزة بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر